لعيبت الكرة لما بتلعب بتبقى عارفة عفواً بتبقى عارفة ان في حاجات تحفيزية لازم تتكلم فيها وانت مزيع او انت مسؤول في برنامج ان انت بتتكلم عن او جمهور ملايين من الاهلوية بيتابعوك لازم تبقى عارف ان في حاجة اسمها تحفيز التحفيز ده دائماً بيتقول ايه؟ بتقول ان احنا بنحاول نحفز الفريق ان هو يكسب المباراة اللي جاية احنا عندنا فريق بيلعب في كاس العالم للاندية عندنا فريق كسب اول مباراة وتغلب تاني مباراة وعنده مباراة بكرة وبالتالي دايماً المسندة والتحفيز امر واجب ولازم يتعمل فالفرق كبير جداً ما بين اللي لعب كرة واللي ملعبش كرة فرق كبير جداً جداً في هذا الامر لما حضرتك تيجي تتكلم ابقى عارف ان انت وانت بتتكلم ان كرة القدم مش مسألة لعب جوه الصندوق وخلاص او جوه الملعب وخلاص لا كرة القدم ممكن تلعب حاجات كتيرة جداً برا الملعب فالتحفيز ده من الامور اللي بتتعمل برا الملعب او قبل بداية المباراة وحتى بعد نهاية المباراة اللي اتغلبت فيها والمباراة اللي بعدها فبالتالي جمهور النادي الاهلي لا ينظر في المباراة غداً ان شاء الله الا للمركز التالت ولكن زي ما قلتلكم زي ما بقول دايماً كرة القدم ممكن يحصل فيها اي حاجة لقدر الله لو اتغلبنا بكرة هناخد المركز الرابع هيحصل ايه؟ هيحصل ايه بقى؟ هقول لحضراتكم وده علشان برضو انا بكرة مش هطلق مش هكون مع حضراتكم على الهوى ولكن انا هقول لكم من النهاردة لو النادي الاهلي ان شاء الله ربنا كرمنا وكسبنا هذه المباراة وبالمناسبة كل اللاعبين مركزين تركيزه لما نجيب امير هشام حنسأله في هذا الامر كل اللاعبين مركزين في شيء واحد فقط ازاي حكسب مباراة بكر انا عايز اكسب وعايز اكسب واحد واثنين وتلاتة واربعة واحد واثنين اه عايز تكسب ايوه عايز اكسب بل الميرس ده فريق كبير ايوه فريق كبير وعنده طموح ان هو كان المفروض ان هو جاي فاكر ان هو حيلعب في المباراة النهائية ولكن اتغلب في المباراة النصف النهائية وحيلعب على المركز التالت والرابع وبالتالي عنده حوافز ودوافع كتيرة جدا ولكن النادي الاهلي ايضا عنده حوافز ودوافع كبيرة جدا 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 ان لعبت الاهلي كلهم حطين في دماغهم ان هم عايزين يحققوا انجاز زي اللي اتحقق كان نفسهم طبعا يحققوا انجاز أفضل من اللي اتحقق في 2006 ولكن دلوقتي كل تفكيرهم إزاي أقدر أخذ مادليا بكر هو ده التفكير وهو ده الاسلوب اللي إحنا دايماً اتعودنا إن إحنا بنشتغل به ونشتغل عليه فلولا قدر الله حصل العكس هنعمل إيه؟ ولا حاجة برضو هنعمل إيه؟ كرة القدم دايماً فيها خبرات ودايماً فيها إزاي أقدر أتعلم من اللي فات إزاي أقدر أتعلم من اللي فات زي ما قلت لحضراتكم والمثل ده أنا دايماً بقوله وآسف إن أنا بكراره كل شوية في 2005 كل الطموح كان إن إحنا نروح ناخد البطولة بطولة كاس العالم يا عم إنت بتكلم بجده ولا بتهضر؟ أيوة أنا كل تفكير الجيل ده إن أنا إزاي حروح أكسب البطولة خدنا سادس خدنا سادس في هذه البطولة في 2005 ولكن كل اللاعبين كل اللاعبين والجهاز الفني والإدارة اللي كانت موجودة كابتن حسن حمدي كان رئيس النادي في ذلك الوقت وكابتن محمود الخطيب كان نائب رئيس النادي قعدنا واتفقنا وقطعنا وعد بنا وبين بعض إن اللاعبين اللي حيكملوا في النادي الأهلي الموسم التاني عايزين ناخد بطولة أفريقيا وعايزين نرجع اليابان تاني علشان نكسب ميداليا وده اللي حصل فالخبرات أو الإيجابيات لازم تاخدها دايماً مهما كانت الأمور ومهما كانت طبيعة الأمور شكراً للمشاهدة